بتوجيهات سامية واهتمام ومتابعة كبيرين من لدن سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح حفظه الله ورعاه لموضوع رعاية المواطنين الكويتين المتواجدين في الخارج وععادتهم إلى أرض الوطن فقد باشر الفريق المشكل من مجلس الوزراء المؤقر والمعني بعودة مواطنين من الخارج بدراسة وإعداد خطط وخيارات عودة المواطنين وفق أسس مدروسة ومعايير أساسها تدابير الصحية لضمان سلامة وصحة المواطنين العائدين ومنهم على أرض الوطن إضافة إلى الحفاظ على قدرات وإمكانيات المنظومة الصحية وعدم الإخلال بها باعتبار أن مسألة جدولة عودة المواطنين ترجع بالدرجة الأولى إلى قدرة المؤسسات الصحية على استيعاب أعداد المواطنين دون مساس أو تأثير على قدرة المنظومة الصحية في البلاد حيث سيتم البدء غداً الأربعاء بتنفيذ الخطة الآنية والممتدة من الأربعاء 25 مارس إلى الأحد 29 مارس هذه المرحلة الأولى وسوف تتبعها خطط وخيارات أخرى متوسطة وبعيدة الأمد لا سمح الله وذلك وفق الوضع الصحي في البلاد لغاية عودة كافة مواطنين من الخارج هذا وقد تم وضع هذه الخطة بناء على معايير السلطات الصحية في البلاد وتوصيات منظمة الصحة العالمية وهي كالتالي واحد الدول التي انتشر فيها الوباء وتأثرت رعاية الصحية فيها اثنين الفئات التي تنطبق عليها المعايير التالية واحد المرضى ومرافقيهم الذين انتهت فترة علاجهم والذين تستوجب أوضاعهم رعاية خاصة اثنين ذوي الاحتياجات الخاصة من المواطنين ثلاثة المواطنين ممن تجاوزت أعمارهم خمسة وستين سنة أو تقل أعمارهم عن ثمانتاش سنة ثلاثة المواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير والمتواجدين في دول مجلس تعاون لدول الخليج العربية والتي استضافتهم مشكورة من مختلف دول العالم وفق التنسيق القائم في مجلس وزارة الصحة لدول مجلس تعاون علما بأن جميع الخطط الحالية والمستقبلية تخضع للمراجعة والتقييم والتعديل تباعا وفي أي وقت بناء على ما يطرأ من مستجدات حيال الوضع الصحي في البلاد أو ما يطرأ في الخارج وفي الوقت الذي يتقدم فيه بالشكر الجزيل للدول الشقيقة والصديقة التي يتواجد بها المواطنين الكويتيين أجدد دعوة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصحية في البلدان المستضيفة لهم حفاظا على أمنهم وسلامتهم وسلامة الآخرين كما أجدد دعوة لاستمرار التواصل مع بعثاء دولة الكويت في الخارج والمكاتب الفنية الملحقة بها لتأمين السبل الكفيلة بأمنهم واحتياجاتهم مقتبسا من خطاب سيدي حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه أن إجراءات العودة إلى أرض الوطن ستكون وفق ما تختضيه الإجراءات الصحية وهو أمر يتطلب المزيد من التفاهم من التعاون والتفاهم والصبر وأكد مجددا اهتمام القيادة السياسية البالغ برعاية مواطنين الكويتيين في الخارج وحرصها على تأمين احتياجاتهم وضمان عودتهم إلى أرض الوطن بالسرعة الممكنة دعينا الجميع إلى تجسيد روح التعاون وتقدير الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولتنا الحبيبة وتفهم أبعاد الإجراءات التي تتخذ في هذا المجال والتزام بالمعايير التي وضعت حتى ننجح جميعا من تجاوز تلك الظروف بما يصون أمننا الصحي وسلامة مجتمعنا سألنا الله سبحانه وتعالى أن يحفظ وطننا الغالي وشعبنا العزيز من كل مكروه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل ما ذكرت يعني قلت أن هذه هي المرحلة الأولى والمرحلة الأولى تأتي بثلاث فئات الدول أو يعني بأتكلم على الدول اللي راح يعني يكون منها مسألة الإجلاء وعودة المواطنين واحدة مثل ما ذكرت في البيان الدول المبوءة والتي تكون فيها الرعاية الصحية متعثرة فرح يكون إيطاليا لبنان إيران إسبانيا بعدين اثنين الدول أكثر تمركز للمواطنين ومن سوفين شروط السلطات الصحية القاهرة بريطانيا أمريكا فرنسا ثلاثة دول مجلس التعاون وفق التنسيق القائم بين مجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون راح يكون في هذه المرحلة البحرين والإمارات ونجاحتها إلى سنة